اشتركوا في القناة ثلاث ثورة وما هي ثورة ديسمبر وإلا هي نتاج لانتظار طبيعي لثورات الكفاح المسلح وثورات النضال السلمي اللي انتظمت الدولة السودانية من مزو فجر الاستغلال وأفتكر ما قام بي والشباب والمشهد اللي تلاحم بي والشعب السوداني هو نتاج وعي تراكمي ساهمت نضالات حركات الكفاح المسلح وخطابة وتوعية للمواطن وكذلك القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني كلها أدوار تجسدت أن حصل وعي جمع للشعب السوداني واتحرك فلذلك هي ذات الأهداف مربوطة والشعارات والغايات مربوطة والقضايا السودانية يعني كلها هي مربوطة ما هي؟ ما هذه المسارات اللي خمسة ليست متجزئة من إغليم ليست متجزئة نعم هناك ربما بعض الخصوصيات لبعض الأغاني محصلة طبيعة مشاكلة دارفور احتياجاتها مشاكلة ظرفة بيختلف من كردفان بيختلف من الوسط بيختلف من الشرك من الشمال كلها لمراعاة ومعالجة أي يعني من المحاورة الخمسة دي حالة اقتضطة الظرف والمشاكل والأولويات الخاصة بأي يعني منطقة الشمال الوسط ما عندهم مشكلات إفرازات حرب نازحين مخلفات زخيرة وما عندهم مسائل معقدة لكن عندهم مشاكل تانية متعلقة بالتنمية بالخدمات الجزيرة عندهم مشاكل مشروع الجزيرة في النازحين اللي هجرة داخلية ليم التحية هلنا سكان الكنابي عندهم مشاكل وعندهم يعني تحديات كبيرة بتواجه الشرك عنده قضايا بتاعت الميناء قضايا بتاعت أمراض مستوطنة قضايا التجار بالبشر مع الحدود الشمال في قضايا تصحر قضايا سدود فطبيعة هذه المشاكل اقتضت أنه يكون فيه مسارات لكن كلهم بلتغوا في كيف يحكم السودان هذه قضايا مشتركة بالتأكيد كلهم بيتكلموا عنها قضايا الدستور التحول الديمقراطي مسألة الهوية مسألة ولكن يزيد يعني يعني من يركم الناوي بهذه الخطوة لا يريد أن يفصل دارفور عن السودان وقضايا السودان الكبيرة يعني يعني حث بأنه أن هذه الجولة لا بد أن تناقش كل قضايا السودان مجتمعة في هذه الجولة من خلال حديثه يعني وبالتأكيد يعني المتغيرات الأخيرة يمكن وحدة وجدان الشعب السوداني وأصبح كل الحديث عن الوحدة وعن ممسكات الوحدة فلذلك أمر الطبيعي حديث الرفيق من أركم النايو وكل رفاق الكفاح المسلح الآن لا يتحدثون بغير لغة السودان الموحد والمعالجة الكلية لمشاكل الدولة السودانية أستاذ أحمد عبد المجيدي يعني من الملاحظ من منذ بدء الجولة الأولى للتفاوض بين حركات الكفاح المسلح والحكومة هناك تقارب في وجهات النظر وتوافق بين وفدي الحكومة والحركات المسلحة هل يمكن أن هذا التقارب والتلاحم يمكن أن يقصر من أمد جولات التفاوض أول حاجة أسمح لي أنه أنا حقيقة يعني أحقي الرفيق يزيد يعني ووفده ووفد المشترك للحركة تجمع وقوة التحرير والميسر عسكري انتقالي يعني وجايتهم في حد ذاتها والتبشير بالسلام والتغابق وعيدوا ما نفتكر طيبة لحياة طيبة